أما بالنسبة للأخبار اللي حصلت بارح في المحافظات في الحقيقة أنه هي أخبار كتير جدا عندنا مثلا في العاصمة مبادرة لتوزيع 250 ألف كرتونة سلع للأسر الأولى بالرعاية وكمان مدرية التعليم في البحر الأحمر حصدت خمس مراكز متقدمة في مسابقة العلوم والهندسة ولو رحنا للفيوم فجمعة الفيوم كرمت 1050 من أبنائها خلال احتفالية عيد العلم الأربعة عشر وكمان عندنا أخبار مهمة حصلت في أسيوت وهم سلموا 16 مشروع إنتاجي على السيدات المعيلات والأسر الأولى بالرعاية ولو رحنا للأليوبية فتم تكريم 23 أم مثالية باحتفالية عيد الأم كل سنة وكل الأمهات طيبة وبخير دايما وهنروح الدقاهلية وتم صرف الدفعة 160 من خروض مشروعات شباب الخرجين خلينا ناخد حضراتكم في جولة سريعة عن أهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات أخبار كتيرة مهمة حصلت في المحافظات مبارح نبدأها من العاصمة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أكد أن مبادرة هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتنفذها المحافظة بالتعاون مع الجماعيات الأهلية بتستهدف توزيع 250 ألف كرتونة بتحتوي على سلع غذائية للمواطنين وتم بالفعل حتى الآن توزيع 10 ألف كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية في حي المرك في محافظة البحر الأحمر حصلت مديرية التربية والتعليم على خمس مراكز متقدمة في مسابقة العلوم والهندسة على مستوى الجمهورية وده عن مشروع خلايا تحليط المياه المايكروبية في سهاج شركة مياه الشرب والصرف الصحي عملت اختبارات برنامج المساري الوظيفي واجتاز لاختبار 419 عامل بالشركة البرنامج ده هدفه إعداد الكوادر البشرية من خلال تطوير مهارات العاملين لتحسين الأداء وتقديم خدمات متميزة في مجال تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي في الفيوم شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم احتفالية الجمعة بعيد العلم الأربع تاشر للمتفوقين علمياً من أعضاء هيئة التدريس وأوائل دفعات الكليات والمعاهد والجهاز المعاون الفعلية أقيمت بمبنى القبة بمسرح جمعة الفيوم وتم تكريم 1050 من أبناء الجمعة وده بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعدها القومي وبمناسبة يوم المرأة المصرية محافظة الأليوبية عملت مبارح احتفالية خاصة بعيد الأم وتم تكريم 23 أم مثالية الأمهات المثاليات تم اختيارهم من قبل مدرية تضامن الاجتماعي وكمان تم تكريم 3 أمهات مثاليات من ديوان عام المحافظة فأسيوت اللواء عصام سعد محافظ أسيوت سلم 16 مشروع انتاجي للسيدات المعيلات وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية وده في إطار خطة المحافظة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتمكنهم اقتصادياً وتحولهم من أسر متلقية لإعانات لأسر قادرة على العمل والإنتاج وده طبعاً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في الدأهلية وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدأهلية على صرف الدفع 160 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد واستفاد من القروض دي 32 شاب وفتاة عشان يبدأوا مشروعتهم الخاصة في أسوان كلف اللواء الشفعطية محافظ أسوان فريق لجنة حياة كريمة باستكمال الجولات الميدانية لمختلف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وده عشان متابعة نسب ومعدلات التنفيذ الجارية وتزليل أي عقبات ومشكلات أولاً بأول اشتركوا في القناة